موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام جددت حوالي أربعين دولة الأمسية ثلاثات تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على سحرائه وذلك خلال دورتها السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم في جونيف وعبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية دومينيكان السيد دكتور الكانتارا خلال مناقش العام حول التقرير السنوي لمفوذ الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم في هذا الصدد أبرزت المجموعة تفاعل المغرب البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قصد الوقوف مشاهدين الكرام عند تفاصيل هذا الموضوع نسعد باستضافة الأستاذ عبد الحافظ والعلو محلل السياسي أستاذ عبد الحافظ مرحبا بكم مساء الخير وشكرا على دعوتكم الكريمة مرحبا أستاذ عبد الحافظ بداية كيف تعلقون على هذا الدعم من جانب حوالي أربعين دولة فيما يخص مغربية السحراء فيما يخص هذا الملف الأول بالنسبة للدولة المغربية هذه المرة من جونيف خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة للتذكير فإن هذا المجلس لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ومقره في جونيف وبرئاسة سافيرنا في عمر زنيبر كانت مناسبة للحديث عن ما هو قائم في الواقع وما يقدمه المغرب من مجهودات واقعية وملموسة لحماية حقوق الإنسان في العالم ونشر ثقافة التسامح واحترام الآخر والاستقرار في العالم كانت مناسبة لسافيرنا سي عمر زنيبر بتذكير بمجهودات المغرب وبأن المغرب ينخرط بشكل طوعي وجدي في كل المجهودات الأممية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في هذا الصدد كانت هناك مدخلات في تقرير الذي قدمه المندوب السامي لحقوق الإنسان سيد فولكير حول وضعية الإنسان في العالم ومن بين المتدخلين كان سافير جمهورية الدومينيكان الذي تطرق بشكل مفصل إلى قضية وحدتنا الترابية وقضية الصحراء المغربية معتبرا أن هذا ملف سياسي ويعالجه مجلس العمن بناء على القرار الأخير لشهر أكتوبر من السنة الماضية رقم 27-03 وأن هذا الملف هو في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة ولا يجب تسييس هذا الملف في إطار هذا الاجتماع الخاص بحقوق الإنسان ولكن كذلك يذكر السفير لجمهورية الدومينيكان بما يقوم بالمغرب من مجهودات في التلمية البشرية في أقالبين الجنوبية وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في العيون وفي الدخلة وكذلك التذكير بأنشطة الليجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وما يقوم به من دعم حقوق الإنسان في تلك الأقالب الجنوبية خلافا لما يجري في مخيمات تندوف من انتهاكات لحقوق الإنسان استغلال الأطفال وتجليد الأطفال في المجموعة لانفصال يد البوليزاري نعم أنتم محلل سياسي وتريدون الوقوف وتحبون الوقوف عند الكلمات وتشريح الكلمات السياسية وغير السياسية ماذا يعني حينما تقول هذه المجموعة بالتفصيل تقول بأن تفاعل المغرب البناء والتوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه صفعة لمن يريد التشويش على المملكة فيما يخص حقوق الإنسان خصوصا في أقاليمنا الجنوبية لقد مرت سنوات ونتذكر بما كان يروجه أعداء الوحدة الترابية في ملف حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وهم من أنصار امتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وكانوا يستغلون هذه الورقة للتشويش على مغربية الصحراء وعلى إبراز تلك المشاكل في الصحراء المغربية علما بأن كثير من الدول تعرفون مشاكل حقوق الإنسان بما فيها الدول المتقدمة فالمندوب السامي لحقوق الإنسان سيتطرق في الاجتماعات المقبلة إلى وضعية حقوق الإنسان في كثير من الدول نعم وتحدثة واسمحنا مقطعة تحدثة في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان سيد فولكر حينما قال بأن حقوق الإنسان عليها أن تكون الشغل الشاغل بالنسبة لمجتمع الدولي يريد بذلك التصريح أن يركز المجلس لحقوق الإنسان على الجانب الحقوقي وعلى تقافة حقوق الإنسان وعلى احترام المواتق الدولية والتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يجب أن يستغل ذلك المنبر بالنسبة لعداء وحدتنا الترابية للحديث مرة أخرى على انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب أو في العقالم الجنوبية متناسيا ما يقعه في تندوف وفي غير تندوف هذا التصريح يؤكد أمام العالم وبحضور أربعين دولة كما قلتم والمجلس الوطني حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب وهذه رئاسة لها ربزية بحيث تم انتخابه السيد عمر زنابر سافيرنا في جونيف بأغلبية صاحقة أمام مرشح جنوب إفريقيا نتذكر ذلك إذن هذا مكسب كبير على الصعيد الدولي لإبراز ما يقوم به المغرب من مجهودات في كل المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية ومقاربة النوع وكل ما يتعلق بنشر تقافة حقوق الإنسان في كل المحافل الوطنية والدولية والإصلاحات الجارية حاليا تبين بأن المغرب ساري في هذا المنهاج كإصلاح المنظومة القضائية المصطرة المدنية المصطرة الجنائية مدونة الأسرة ما يقوم بالمغرب من مجهودات لتعميم الحماية الاجتماعية واستهداف الطبقات المعوزة بتعميم التغطية الصحية وبالدعم المباشر للأسر المعوزة ودعم كل ضحايا الزلزال للحوز هذه كلها مشاريع اجتماعية تصب في ضمان حقوق الإنسان في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتقافي والبيئي طبقا للمواتق الدولية التي صدق عليها المغرب منذ 1976 نعم أستاذ ولعلو تحدثنا في هذا الستوديو أكثر من مرة عن الدعم المتنامي والموصول لمغربية الصحراء من كل دول كلنا على حدة اليوم تحدث عن أربعين دولة دفعة واحدة ليس في ملتقى عادي نحن نتحدث عن اجتماعات حقوق الإنسان في تابع للأمم المتحدة وأين في جونيف في جونيف التي تحتضن عدة مؤسسات تابعة لهيئة الممتحدة وكل ما يتعلق باتفاقية دولية تهم اللاجئين تهم المهجرين تهم عدة قضايا مرتبطة بمصير كثير من الدول وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضية وطنية ولكن كذلك لازم من تذكير بأن هذا المجلس يستضيف باستمرار خبراء مغاربة جمعيات حقوقية مسؤولين في وزارة العدل تقديم تجربة المغرب في هذا المجال الحقوقي والاستفادة من الملاحظات والاستفادة من كل التجارب الدولية في مجال حقوق الإنسان والمغرب يتقدم كما نقول إلى فونس كما يقول البعض وتأتي هذه الاجتماعات بعد اعتراف فرنسا لمغربية الصحراء وقبلها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الإفريقية والأسيوية والعربية والخالجية كل هذه المجهودات التي تصب في الدفاع عن وحدتنا الترابية والصحراء المغربية تؤكدها هذه المحافل الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان تابع لعيئة الأمم المتحدة وسنناقش في الأيام المقبلة تقرير الأمم العام لهيئة الأمم المتحدة الذي سيقدم لمجلس الأمن للخروج بقرار جديد نتمنى أن يكون قراراً إيجابياً كما هو في الماضي ليؤكد أن مخطط المغرب للحكم الداتي في إطار الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية هو السبيل الوحيد وهو الحل الوحيد لهذا النزاع السياسي المفتعل من طرف أشقائنا ونشكرك شكراً جزيلاً أستاذ عبد الحافظ على كل هذه القراءات شكراً وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله مع تحياتي الخالصة شكراً لكم أستاذ كالعادة لكم الشكر مشاهدين الكرام أيضاً لكل زملائي ما خلف الكاميرات السلام عليكم شكراً لكم